أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على الأدوار المهم التي تقوم بها المحاكم التجارية الدولية مشيرا إلى الحرص على مواصلة تطوير البنية التشريعية والإجرائية بما يجعلها داعمة لمسارات التنمية ويعزز مكانة مملكة البحرين ودورها الدولي في مجال فضل منازعات التجارية ويحقق تطلعات ورؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه جاء ذلك لدالي قائس موي حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة التمييز ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء معالي السيد سونداريش مانون رئيس قضاة سنغافورة حيث رحب سموه بمعاليه متمنيا له طيب الإقامة في مملكة البحرين ونوه سموه بمستوى التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة بما يتعلق بتبادل الخبرات في مجال تسوية المنازعات التجارية بما يصهم في تطوير المنظومة القضائية لتواكب متطلبات التنمية من جانبه أعرب معالي رئيس قضاة سنغافورة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على حفاوة الاستقبال وما يوليه سموه من احتمام بتعزيز التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة بما يسهم في تحقيق تطلعات المشتركة معربا عن تمنياته لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر